الحديث عن إقامة الأدوار المتبقية لمسابقة الكأس الموريتانية في الخامس عشر من أغسطس وإن لم يصدر بشكل رسمي من الشياءات المعنية إلا أنه قد يعيد الروح لتلك الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي من بطولة الكأس وهي نادي الكسر عميد الأندية والذي يبحث عن ماء الحياة بعد أن توقفت عجلة الدور وهو في المركز الأخير في الترتيب كرة العميد باتت تحتاج للعمل على قدم وساق لتعود من جديد والأمل الوحيد في مسابقة الكأس بعد أن تأهل الفريق للدور ربع النهائي فيما يجلس المتصدر تفرغزين على قمة الترتيب في الدور وتعني له استكمال مسابقة الكأس تحقيق الثنائية وهو أبرز المرشحين لها بترسانته القوية أما سنيم كانصاد فيكفيه أنه بطل النسخة الماضية ويمن النفس بالاحتفاظ باللقب فريق آخر يحاول الدفاع عن تاريخ وجوده بين الصفوة وهو نادي الشرطة أحد أعرق الأندية والذي يسعى للمطي بعيدا في مسابقة الكأس إذا ما تواصلت نادي الكونكورد بدوره كان أبرز المرشحين للتحقيق لقب نسخة هذا الموسم قبل توقف النشاط الكروي بسبب وباء كورونا فنادي الويام هو صاحب المركز الثاني وأحد أقوى الفرق الموريتانية أرى أن هناك من كان قد أبدى رغبته في تحقيق لقب بطولة الكأس هو نادي تيججا إضافة إلى فريق الجنوب القوي نادي كيهيدي وهناك أيضا نادي كينغ نواكشوت الفريق العنيد الذي أخرج بطل الدوري من مسابقة الكأس بحسب بعض المتتبعين لشأن الرياضي ربما سبب ضغط تلك الفرق المتأهلة لربع النهائي التراجع المحتملة للاتحادية عن قرار إلغاء بطولة الكأس بسبب انتشار جائحة كورونا هذا الموسم ليعود الحديث والكواليس عن استئناف منافسة الكأس وذلك قبيل استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم في سبتمبر المقبل